تشكل مسألة الأنفاق في قطاع غزة واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل تمثل هذه الأنفاق شبكة معقدة من الممرات تحت الأرض يستخدم بوصفها وسيلة لنقل المقاتلين والمعدات والمؤن وتلعى دورا حيويا في استراتيجية حركة حماس وأنشطتها العسكرية على الرغم من جهود جيش الإسرائيلي لتدمير هذه الأنفاق يبقى التحدي قائما صحيفة ذا السون البريطانية أكدت وجود شبكة أنفاق تمتد على مساحة ألف كيلومتر وبأعماق تصل إلى 35 مترا تحت سطح الأرض تعتبر شبكة الأنفاق في قطاع غزة هيكلة معقدة متقدمة يستخدم لأغراض متعددة منها نقل المقاتلين والإمدادات بسرية تشمل هذه البنية ممرات معززة بالخلسانة ونظم متقدمة للقيادة والسيطرة تحشر تلك الأنفاق بأنواع مختلفة من الفخاخ المتفجرة والقنابل المحلية الصنع مما يرفع من خطورة تصدي لها تلك الفخاخ تجعل أي عملية عسكرية داخل الأنفاق أمرا خطرا للغاية وبسبب تفرعات وتعقيدات بنية تلك الأنفاق يصبح من الصعب للغاية التنقل داخلها دون معرفة دقيقة بالمسارات والمخرجات تلك الصعوبات تقلل من فعالية العمليات العسكرية وبحسب الصحيفة البريطانية دائما فإنه لمواجهة شبكات الأنفاق تلك سيتوجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام القنابل الخارقة للتحصينات مثل القنبلة جي بي يو 28 والتي حصلت عليها تل أبيب من الولايات المتحدة الأمريكية كما يمكن استخدام قنبلة جي دام كبدل منخفض التكلفة تتوفر جي دام بأحجام متنوعة ويمكن توجيئها بدقة في استخدام نظام توجيه جي بي أس فضلا عن تعزيز الجهود العسكرية بتكنولوجيا متقدمة للكشف عن الأنفاق ومراقبتها كما يمكن استخدام الاستخبارات لتحديد مواقع وخطط الجماعات المسلحة رغم كل ذلك تظل شبكة الأنفاق في قطاع غزة مشكلة أمنية مستمرة ومعقدة تواجه إسرائيل الأنفاق تمثل تهديدا للأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وفقا للصحيفة فيما يواصل الجيش الإسرائيلي البحث عن استراتيجيات فعالة ومبتكرة للتعامل مع هذا التحدي مع الحفاظ على مراعاة الأثر الإنساني والسياسي لأي إجراء في الختام تبقى العديد من التساؤلات عالقة في انتظار العثور عن إجابات لها كيف يمكن تحسين استخدام التكنولوجيا والاستخبارات لرصد والتعرف على الأنفاق بفعالية أكبر وما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي للمساعدة في مواجهة هذا التحدي وهل يمكن تطوير تكتيكات أخرى للتعامل مع الأنفاق بجانب استخدام القنابل والأسلحة المتقدمة يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن إجابات على هذه التساؤلات والتعاون للوصول إلى حلول مستدامة وتقليل التوترات الإقليمية في أفق تحقيق الأمان والسلام بشكل أفضل وأكثر استدامة ترجمة نانسي قنقر